اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تروح لقوقل نفس المعلومات هذول الاشخاص اللي يتكلمون ما دربوا بحثه ولا ما يتكلمون عن المعتقدات السائدة اعتبرونها حقاق قوقلوا لك سوي عملية جراحية بمئة ألف دولار فيصيبك اليأس تتقبل واقعك في البائس ولكن دائما ما اعتقدت ان هناك سر يخص الطول بس بعدنا ما نعرفه ولازم عارفه فعقدت النية وقليت ابحث حتى اساعد نفسي وساعد الباقين استمر البحث بكل البرامج وكل المواقع وكل اللغات بس ماكو شي لكن بعدني ما صر انه اكسر ما نعرفه بديت ابحث عن العظام لقيت بارقة أمل بسيطة وهي وجود خلايا بانية وخلايا محطمة تبقى المدى حياتي الانسان تشتغل وظيفة الخلايا البانية تبني العظم وتزيد كذابته حتى يتكيف ويا الظروف والخلايا المحطمة وظيفتها تاكل العظم من الداخل حتى يزيد حجمه بدون ما يزيد وزنه لكن شلون نقدر نحفزهن وبعد تصفح إلى حد المواقع صدفة لقيت عارضين لذي يضربون عظام وجههم بالمطرقة حتى يكابرونه وتبرز مثل ما تشوفون بالصور وايضا عظام وجه المقاتلين والملاكمين كبيرة وبارزة بسبب الصدمات والضرب بعد مدى أيضا لقيت شيء آخر غريب نوعا ما هو العالم ديفيد هات تعرف على هيكل الرمات من خلال عظام سواعتهم لأن عظم الساعد الأيسر للرام يكون أكبر من العظم الساعد الأيمن وبعدها لقيت عشرات الأدلة مثلا العظام العضد للاعبين التنس يكون الطرف المستخدم بالضرو وأكبر من الطرف الثاني ومذن ما تشوفون بالصور وعظام مصابع متسلقين الزبال تكون كبيرة وأيضا فرق بين الطول أضرع لعبين البيسبول شنو يعني هذا؟ يعني أن البيئة تتحكم ببنية العظام مو فقط الجينات وهذا يسمى بقانون وولف للطبيب الألماني وليوس وولف يقول العظم يتكيف معه محيطة فاقترح بعض المقتصين أن الشخص الآن يزيد ارتفاعه لازم يركض بسرعة ويقفز على الكاحل حتى يعمل كسور متهرية بالعظم سمها المايكروب فراكجر ولكن المشكلة العظمي ازداد حزمه بشكل عرضي مو طولي الآن لقيت طريقة تحفز الزيادة بشكل طولي ونجحت وياهي الطريقة الطريقة تعتمد على دم اتقليات رتبتها على شكل كتاب بيديها فذا تريده راسني وحاليا هاي الطريقة هي أفضل طريقة بالعالم الطريقة اللي يستخدمونها ذولي الاشخاص البصور ضفت لها طرق وياها حتى تكون زيادة أكبر وحاولت بكل الصور أنه أصنع طريقة سهلة وواضحة وخالية من التعقيد قبل ثلاث سنوات وعدتكم به وسنزلته سبب التأخير هو أنه أمطيكم مفضل شي بالعالم رسلنا على التليجرام والإنستغرام وداعك